بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان ودائما معكم مع الحج المبرور مع هذه الرحلة الإيمانية مع هذه الرحلة الربانية رحلة الحجاج إلى بيت الله كل واحد من الحجاج والحاجات يتمنى ويريد ويطمح بأن يكون حجه حجا مبرورا كل واحد من الحجاج يريد أن يعود كيوم ولدته أمه من هنا إخوة الإيمان علينا أن نتفقها في ديننا وأن نتابع هذه الأعمال وهذه الشروح والبيانات بكل تركيز واهتمام هي أداء المناسك هي سهلة لمن استوعب هذه المراحل وهذه المسائل وهي قد تكون صعبة لمن لم يركز ولمن لم يعطي لها بالا إخوة الإيمان في هذا اللقاء سنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن نسك كثير من حجاجنا يرونه بأنه الأصعب وفكر فيه ويبدأ يخاف ويبدأ كذا وهو رمي الجامارات مثل ما يسمعون عن بعضهم قال الزحام قال يتدفعون قال ممكن يطيح ممكن كذا وبدأ يديروا وحد الأمور كبيرة وهي مسألة بسيطة كما نوضحها إن شاء الله تبارك وتعالى بداية دعوني أرحب بالشيخ أهلا وسهلا حفظكم الله شيخنا كريم رب جزيكم خير من أساتذتنا من أئمة مساجدنا حفظك الله ودائما يحضر معنا في مثل هذه اللقاءات لنبين لكم جميعا هذه الفقهيات إن شاء الله شيخنا فيما يخص نسك رمي الجامارات رمي الجامارات التي يكون رمي الجامارات العقبة يوم العيد ورمي الجامارات يوم الحادي عشر والثاني عشر متى يبدأ نسك رمي الجامارات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة الله وسلامه على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا النسك نسك رمي الجامارات الذي يعقب قوله مزدلفة أو هناك المبيت مزدلفة وهناك الواجب الذي هو حط الرحال بمزدلفة هذه الجامارات أولا جمعها يكون طبعا يعني ذكرت مزدلفة أن الحجاج أفاضوا من عرافات ثم جاءوا المزدلفة حطوا الرحال أفاضوا من مزدلفة وجاءوا صابحة العيد يوم العاشر ذي الحجة يوم العيد اللي هو المعلوم وجاءوا وبدأوا ويستنوا ويرميوا جمرة العقبة هذه جمرة العقبة تختلف عن الجمارات يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة الذي هو يوم الأول والثاني من أيام من فجمرة العقبة وقتها يأتي بعد شروق الشمس بعد شروق الشمس فيها سبع حصايات ترمى واحدة تلوى الأخرى في جمرة العقبة الجمرة الكبرى سميت بالعقبة لجبل عقبة وهذا ما سميت ببيعة العقبة ببيعة الأنصار ببيعة العقبة هناك في الجبل أما اليوم فهو انتزع وصنعه هناك طرقات وغيرها إن شاء الله فسميت بالعقبة جبل عقبة وهي التي تلي مكة هي التي تلي الكعبة هذه الجمرة التي يرميها الحجاج صبيحة يوم العيد وهو أول عمل يبدو به يوم العيد يوم العيد طبعا أنهم يجئون من مزدالفة لحقوا إلى مينن عنده سبع حصايات يلقطهم من مزدالفة ولا من الطريق ولا من مينن ولا من قدام الجمارات كيف كيف قدام الجمارات طبعا ما شيء من الحوض ما واجب عليه أنه يجمع حصايات من مزدالفة نعم ولكن الحصى تكون بمقدار أكبر من حبة الحمص وتحت حبة الفول كما يقولون تكونش لا كبيرة جدا ولا صغيرة جدا طبعا الحصى هذه سبع حصايات التي يرميها الحاج وهو بعد وهو متجه مباشرة إلى جمرة العقبة التي قلنا أنها تلي مكة هو الحق جمرة العقبة اسمح لي هو الحق قدام جمرة العقبة الآن كيف يرمي هو عنده سبع حصايات رأه رفض سبع حصايات والآن يرمي جمرة العقبة يجعل طبعا دائما منا على 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 يساره والبيت على على يمينه ويرمي واحدة والأخرى يبتدي إن شاء الله بسم الله الله أكبر ويرمي إلى الحوض مباشرة ويحرص على أن الحصاصة تقع في الحوض في المكان ولا يجب أنها تقسل الجدار ولا يجب لكن إذا تأكد أو احتمال كبير جدا أنها وقعت في الحوض ماذا تقول للإخوان وأخواتنا الحجاج والحجات أحيانا يتدافعون حالة نفسية كأنه يقول لك كأنه يلزم يدفع يلزم يطبع وهي مسألة سهلة مسألة سهلة هي حالة نفسية ديرينها في بالهم يعني ديرهم في القادم وربما وقعت زيحم نعم أكيد أكيد لأنه كان دائرة وكان نس ذيق والممر واحد الآن نرم ما مرات وطبق وما شاء الله ما يدير في باله يعني هو رايح يكونوا مطمئنين المرشدين رايح يوريوا لكم الطريق تروح من ولا في طبق الأول ولا الثاني نعم وكي تلحق وين رح طبق الأول ولا طبق الثاني ولا الأرضي ولا كله صحيح وهذه مسألة أخرى يا سيد الشيخ أنه يعتقدون أنه الطبق الأصلي هو الذي يرجم فيه ولما نرجع في ذلك الطبق معناها شيئناق صراح بالنسبة لي فنطمئنهم بأنه كل الطبقات وكل طوابق الموجودة هناك كلها تصح للرمي ولا غبار عليها والمكان متساع ويكفي فقط يكون ملتزم الطريق الممر اللي يقولوا لو تروح معاه وتعود تجي مع ممر آخر ما تعكسش المشي تعل الحجيج الذي نرمه الجمارات بعد حدثت من التي التدافع اللي كان والشي اللي صراح وقت فات ومات اللي مات وكذا هذين من الجانب أنه عدم احترام هذا بالضبط يتكلم عنه شيخ أنه لما يتوجه مباشرة من طريق ويرجع من طريق ثاني لا يكون عليه خطر وفي نفس الوقت إذا وصل للجمارات وصاب الطابق الأول عامر شوية وفيه شوية اقتضاء حتى وصل طبق الثاني أو الطبق الثالث ويرمي الجمارات ومنقوله احنا في لي تسع أستاذ أسمحكم كلام طيب وأسمحه إخواننا ألو نعم ألو 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 نعم أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واشتراك الشيخ لباس لباس نحمد الله حفظك الله الأخ عبدالقاد تفضل عبدالهادي لأخ عبدالهادي حفظك الله تفضل أخي الكريم شونا سيفسار فقط عن رمي الجمارات في طارد منها بالإمام مالك من اليوم الأول إلى اليوم الثالث إيه نبغي التوقيت توقيت وماذا ترمي في اليوم الأول هل الجمارة القبرى أم الصغرى أم الآخر توضيح فيما يخص هذه الجمارات شكرا الأخ عبدالهادي حفظك الله ستسمع الجواب إن شاء الله تبارك وتعالى الأخ سائل يسأل يقول متى يبدأ رمي الجمارات يوم العيد ويوم الثاني عيد ويوم الثالث عيد يعني أيام التشريق أيضا يقول على مذهب الإمام مالك لأنه هو يسمع بالمرجعية الفقهية ويريد أن يتعلم من مدرسة فقهية معينة شي جميل هذا ولكن نقول له بأنه كثير يعني عموما أن مناسك الحج في طريقة التطبيق فيها إجمع ولا يخشى من ذلك شيئا لكن مع ذلك سريعا نتكلمنا على جملة العقبة متى يرميها بعد شرق الشمس تا يوم العيد وهذه كل المذاهب هكذا كل المذاهب هكذا إلا من تأخر شيخنا إلا من تأخر في مزدالفة ممكن ليتأخروا في عرفات ما يلحقش المزدالفة بكري وبعد حتى يطلع عليهم النهار في مزدالفة وبعد يجي ممكن فرضا أنه يلحق العشية مثلا يعني على الزوج كي يلحق يرمي جملة العقبة جملة العقبة متى وصل هذا متى وصل يبدأوا بجملة العقبة لأن الحج فيه التسهيل الحج فيه التسهيل لهذا أنا أقول فمن تعجل فيه فلا إثم عليه ولا دخل فلا إثم عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل أن أشياء ويقول لا حرج ولا حرج لكن فقط بالنسبة اسمح لي شيخنا فقط يعني باش إخواننا يفهموا هذه القضية بالنسبة اللي جاء بطريقة عادية يعني مثلا بعد نصف الليل خرج من مزدالفة وجه أصبح في مينان ره في مينان عادي هذا نقول له انتظر صرح رمي جملة العقبة ثم تحلق ثم كذا هذا يرتب طيب يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر كيف يرمي جملة العقبة يرمي بالنسبة للأخسائل وبالنسبة لكل إخوان نعم جملة الجمار اللي قعد في اليوم الثاني من أيام ميناء لأن يوم العيد سمح لأن يوم العيد ره هو يرمي جملة العقبة ثم ينحر لا يذباح ثم يحلق إذا استطاع يروح يطوف طواف الإفاضة يمورك إذا ما استطاعش يبقى في مينان ولا حرج ومن بعدك يكمل أيام تشريق ينزل إلى مكة ويطوف ولا حرج في ذلك والحج صحيح وكامل إن شاء الله لكن الآن هو رهبات ليلة الحادي عشر والمبيت واجب حتى ينزل للمكة لا بد أن يعود إلى مينان ليبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وهذه مسألة أخرى قبل المغيب يجب أن يكون في مينان إذا استطاع يعني نقول له لا يتعمد ذلك أما إذا تأخذ يحرص أن يصح نعم إخواننا ما يفهموش هذا القضية هذه لكي لا يقعوش في ارتيبك أنه هو يصعد رهما يشيط على المينان بشيبات ثم لكن فرض أنه غير بتعليه في الطريق رهو في العزيزية ولا يطلع يمشي ولا كذا نقول له لا حرج عليك وإنما مجمل الليل أو أكبر من الليل ينبغي أن تكون بمينان الآن صبحنا يوم الحادي عشر ومن بعد صبحنا يوم الثاني عشر والرمي كيف ماذا يعمل يكون يقوم في الصباح ينتظر إلى ما بعد الزوال ثم يتوجه مباشرة إلى رمي الجمرة في ذلك اليوم على هذا الشكل يأتي إلى الجمرة الصغرى ويرمي في معنى عندما يكون رايح يرمي يكون عنده 21 حاصات نعم وإلا كان عنده زيادة لا بس لا بس لكن لا داعي ولا يجوز أن يرمي أكثر من سبعة في واحدة معنى ثلاثة سبعة وحد وعشرين جمرة يعني إلا عدينا العدة كلها نصيبه الذي يتعجل 49 جمرة والذي يتعجل يتأخر إلى اليوم الثالث تكون عنده 70 جمرة 70 حصة يرميها مع كل حصة يكبر الله أكبر والحال في الجمرة الصغرى عنده سبعة والوسطى عنده سبعة وجمرة العقبة الكبرى عنده سبعة أخرى إن شاء الله ثم يحب هل واجب عليها الترتيب؟ واجب نعم معنى يبدأ بالصغرى التي تلي مينا نعم ثم يزيد الوسطى ثم يزيد جمرة العقبة العقبة التي تلي كعبة التي تلي مكة وهذا واجب هذا الترتيب هو واجب حتى لما يصل إلى هنا إلى مقر رمي جمرات يصل يلقى الأولى هي صغرى والثانية هي الوسطى والكبرى هي الأخيرة ثم يحب يخرج أو يعود يرجع من المكان من الطريقة الثانية لا يحب يرجع المنان ممكن ينزل إلى مكة يقضي أمور ولا يرجع الفندق ولا غير ذلك ما يفعلوا كثير من حجاجنا لكن يطلع ولا يتعمد أنه يبقى في مكة حتى لما بعد المقيم يعني يطلع ويلفت الحال ولا كانت كينزل زحمة ولا ما وصلش لغالب عليه فلا حرج في ذلك لكن لا يتعمد طيب هل يعني قلنا يوم الحادي عشر والثاني عشر ونركز هنا فقط السائل الأخ الكريم يرتب في رمي الجمرات يبدأوا من الصغرات ثم الوسطى ثم كذا ماذا يفعلوا يعني مع الوسطى يعني هل كين دعاء خاص كين الأدعية الخاصة خاصة في مكان معين لم ترد في سنة لم ترد هذه الأدعية لكن إذا دعاء الله تبارك وتعالى بدعاء خاص له بعد كل رمية لا 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 ما يدعش بين الحصى والحصى نعم مشي بين الحصى والحصى بعد كل رمية يدعو الله تبارك وتعالى ما شاء من الدعاء فلا بأس فلا بأس بإذن الواحد للأحد إن شاء الله ولكن كين بعض أيضا يشدوا بعض الكتيبات الصغيرة وكذلك هناك لا تحت في المسعى ولا غير ذلك نقول لك في كل شوط ندير هذه في كل شوط ندعي لازم ندعي ذا الدعاء في كل كذا فهذا من الأشياء التي لم ترد يعني مباشرة خطعية مباشرة أن النبي السلام فعل هذا وهذا معذرة أستاذنا معذرة إخوانا المشاهدين حافظكم الله أريتما إخوانا المشاهدين يتصلون بنا على الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة ومن إخوانا المتصلين بنا هذا الاتصال ألو نعم ألو نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهل وسهلا شيخانا الفاضل تحية طيبة حافظكم الله اتفضل أخي السؤال فيما يخص مناسك الحج نعم شخص حجة هو زوجته ولم يتذكر أنه لم يكمل طواف الإفاضة طواف الإفاضة الذي لا يجبر بالدم كما وزوجته ذكرته بعد مغادرتهم البقعة المقدسة يتذكر أنه لم يكمل الأشواط من طواف الإفاضة وتجاهل الأمر النساء ورحمته سنوات من يقالوا هذا الأمر هذا هذا هو السؤال يسأل قال يعني إذا كان هذا الحج ناقص كذا ما حكم ذلك أنه نسي بعض الأشواط زوجته لكتة هو لم يتذكر ولكن زوجته ناقص يجب نها الآن ماكمل لكتة الأشواط أي هذا أقل من أسمحني هي شكت في عدد الأشواط وصلاة والركعتين ولا لا 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 الشكت في الأشواط من طواف الإفاضة مش في الركعتين يعني شكت في عدد للأشواط شكرا حفيةكم لكنا شиб ، قاتل أنا ماكمل لكتة شبه متأكدة هي قاتل أنا ماكمل لكتة ما جمناش سبعة عشوات أعطاوه في الإفادة شكرا حافظك وما ذكرتهش حتى غادروا للبقعة المقدسة وما بعد ذكرته هل هو السؤال شكرا حافظك الله ستسمع الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى الآن شيخنا الأخ السائل يطرح هذه القضية ويقول من لم يطف طواف الإفادة ومعلومون أن طواف الإفادة كما قال الأخ السائل أنه من الركن والأركان لا تجباره بيدامين لكن هناك مسألة داخل سؤال الأخ السائل يقول بأن حاج حاجة راجل زوجته حاجة لكن هو على أساس أنه أدى سبعة عشوات في طواف الإفادة وصل له ركعتين ومشاول دار لرحوا رجعوا للوطن وانتهى الأمر لكن بعد الزوجة التعوي قاتلوا بأن عدد الأشوات ما كملناهاش ماذا نقول لهذا الأخ السائل هذا الإنسان حج والحق طواف الإفادة الذي هو ركن كما تفضلتم وبعدها طافه وزوجته الطواف العادي ثم بعد ذلك صلوا ركعتين ورجعوا للأرض الوطن تسأل هل أنا نقول له أنه هذا تبني أو تدفع الشك باليقين لأنه لما نقول له نشكه في الأشوات أنه ما طفت سبعة كما يقولون هذا هذا منه حصوص الشيطان لماذا؟ لأنه أنت يستبعد أنك تخلي شوط إلا لما يكون كين ربما زحمة كبيرة ربما تعبت بالزياف ربما أغمي عليك ربما فقدت الوعي أو الوعي إلا غير ذلك ربما تنسى ما هذه الأشوات أما لما تكملي ولا تكمل وترجع لبلادك فدفع الشك باليقين وحجك بإذن الواحد الأحد كامل وطواف الإفادة تاعك كامل بإذن الواحد الأحد ما ترجعش لهذا الشيء وتفكر فيه وتخمم فيه هذا بناء على هذه الحالة الخاصة الذي تعني أن الثنين زوج وزوجة الزوج متأكد بأنه طافة وأتم العدد وزوجته تقول بأن العدد غير كافي أنت رجحت هذا الجواب لكن لو أردنا أن نعطي القاعدة لإخواننا جميعا أنه من تأكد بأنه لم يطوف طواف الإفادة فعليه أن يعود إلى مكة وأن يطوف طواف الإفادة هذا الذي يتأكد إذا تأكد لكن هنا شاهدان واحد يقول بأنه أتم وهو الرجل والمرأة تقول بأنها شكت فأنت رجحت هذا الذي لا حرج فيه الذي لا حرج فيه أن ندفع الشك باليقين لكن نقول لإخواننا بأن من تأكد بأنه لم يتم شوطين أو شوط أو كذا من الطواف فإن هذا الطواف غير كامل والطواف لابد أن يعود وأن يأتي به لأنه لا يجبر بدمين لأنه الشك هو معروف أن الشك هو من لبسة شيطان وهو من وسوسة شيطان غالبا ما يكون من وسوسة شيطان لأنه بناء على السائل الذي يتكلم الآن ويقول بأنه الزوج متأكد أنه تم ومع ذراء هنا شيخنا حفظكم الله مع ذراء هنا نقول لإخواننا نقول لإخواننا مثل هذه الزوجة الطيبة نحن لا نقول على الماضي نقول لها وعلاها ما عملتش لا نحن للمستقبل معنى أن الذي كمل الطواف وانتهى وبقي عنده شك لماذا ينتظر هذه المدة كلها ولماذا هذه الأخت ما تقولش تتم في ذيك الوقت وتسأل ربما زوجتها يقول لها لا خلاص كملنا للطواف وهذا هو العدد وتنهي المسألة مسألة سريعة شيخنا الوقت يداهمنا في هذه الجلسة الطيبة معكم قلنا بأن في رمي الجمرات السائل يسأل يقول هل كين دعاء نقول له بأنه لبأس نخصوله كين دعاء يعني عندما يرمي الجمرات أيام تشرق يوم الحادي عشر والثاني عشر عندما يرمي الجمرات الأولى الله أكبر الله أكبر الله أكبر تم السبع حصايات يبعد على مكان المرمى بمزا حمش الناس ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يدعو بما فتح الله عليه يرمي الجمر الوسطى ويدعو بما فتح الله عليه ويرمي جمرات العقبة ولا يدعو بعدها ولا يدعو بعدها ويستحب أنه يستقبل القبلة بدعاء آخر نصيحة نقولها لإخوانا وأخواتنا في كلمة سريعة النصيحة اللي نقدمها لإخواني أخواتي لحجاجنا الميامين أنه يتفقه في هذا الجانب الحج نعم سمح لي أكد أقول في هكذا يقول لك بكلمة طيبة أنهم لا يفتعلون التدافع لا يدير في نيته يا إخوانا واحد الحالة نفسية تخلينا نديره في بالنا بل يراني رايح نرمي الجمرات يزم لي نطبع سمحوا لي نقول لكم بالدرجة لا نحي هذه من بالك والله كل الأمور تمشي إليها بس وكأنك في أي مكان طيب في أي مكان كيما الطواف كيما كذا دير في بالك بل لي ما شيء يجب أن تطبع فقط تمشي عادي وتروح والمكان فاسيح وترمي وترجع لا بس عليك ما في كل هذه التخوفات وهذه الأمور التي تسمع عليها إخوة الإيمان أسأل الله مع ذي رشيخنا حفظك الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حجكم جميعا مبرور وضمفور وصعي مشكور والحمد لله رب العالمين حفظكم الله موسيقى موسيقى موسيقى